بص بقى أحد أهم وأبرز وأصعب المحطات في مشوار النادي الأهلي في بطولة الدورة هذا الموسم إيه هي؟ هي محطة المحلة بكرة مطش بكرة الأهلي وغاز المحلة أو غاز المحلة والأهلي لأن طبعا المطش تاع المحلة على ملعبهم فبالتالي بقول لي أصعب وأهم المحطات لأن المباريات دايما ما بين الأهلي والمحلة في المحلة تحديدا بتبقى مباريات غاية في الصعوبة وغاية في الندية والحمس والقوة ما حدش يقدر يختلف ده كلام إيه؟ ده كلام على مدار التاريخ كله دايما مطشات الأهلي والمحلة هناك في المحلة بتبقى صعبة جدا ما بالك بقى كمان لما يكون المحلة سنجي بادي بداية مميزة عندهم 8 نقاط من 4 مطشات بداية جيدة جدا بالنسبة للفريق غاز المحلة في ظل الإمكانيات الأكيد محدودة بالنسبة لهم لكان عاملين موسم مميز على غرار الموسم الماضي يقدروا أن هم يحقاوا الهدف الأهم والأسماء بالنسبة لهم أن هم يكملوا في الدور وما ينزلوش الدرجة الثانية فده يعتبر حاجة جيدة جدا بالنسبة للفريق غاز المحلة فبالتالي هم مكملين على شغل الموسم الماضي ودي حاجة تحسب لهم بالتالي أيضا المباراة صعبة جدا من أصعب الموريات والمحطات بالنسبة لنادي الأهلي هذا الموسم مهمة قوي التركيز بالنسبة للفريق مهمة قوي قوي أن الأهلي يكون بيواصل في تحقيق أهدافه اللي ابتداها مع هذا الموسم أن أنت بتحاول بقدر المستطاع أنك تخلص الدوري بدري بدري هل الكلام ده حيبقى سهل؟ طبعاً من سهل طبعاً فيه صعوبة كبيرة لكن هو هدف أنت بتحاول تحققه بتحاول تلعب عليه بتحاول توصله عشان توصله محتاج أن أنت تحصل أكبر كم ممكن من النقاط أكبر كم ممكن عشان تتفادى سيناريو الموسم الماضي لحد دلوقتي الأهلي في أربع مطشط عشر على عشر كل بص يعني أداء ونتيجة في الأربع مطشط أداء ونتيجة ما شاء الله لكوة أعلى بالله فيه مباراة خلصة واحد سفر بس واحد سفر يعني أنت كسبت خدت تلات نقاط ومش معنا أنت كسبت واحد سفر بس يبقى أنت كنت وحش لقى أنت كنت كويس جدا بس كنتش موفق أنك تنهي الهجمات بالصورة اللي تترجم الأهداف وده وارد جدا في كرة القدم حاجة عادية قوي قوي يعني لكن في نفس الوقت الأهم أنك تواصل هذه الانطلاقة المميزة اللي بتتمثى في نتائج وأداء الأهم بالنسبة لنا بصراحة النتائج الأداء آه دي حاجة بتمتعنا ومنبسط أو نبقى فرحنين ومنطمنين فإحنا عايزين على طول أن نبقى منطمنين كده على الأهل لكن بكرة مش هكون متفاجئ خالص خالص لو شفت استراتيجية مختلفة من مستر بيتسو مسماني في هذه المباراة بعد ما راح لعبة هناك السنة فاتت واخسرنا واحد سفر في المباراة تحت سنة فاتت في المحلة هناك أمام المحلة فخلاص أنت عارف الأمور هناك تمشي إزاي الأجواء عاملة إزاي فأنت أكيد خدت درس من المنصب الماضي تقدر تبني استراتيجية معينة عشان تقدر تحقق هدفك من هذه المباراة بالفوز وحصد الثلاث نقاط وهتواصل انتراكتك المميزة بإذن الله واحد أحد إن شاء الله تعالى ففي تركيز كبير جدا عند الفريق عند الجهاز الفني الكل مركز الكل عارف إيه المطلوب هو هدف واحد لنسبة لأهدي الأهلي في كل المباراة وهو الفوز وتحقيق الثلاث نقاط ما بالك بقى لما كمان تكون مباراة صعبة زي دي فالتركيز أكيد هيكون مطلوب على مدار التسعين دي عشان إن شاء الله تقدر تفوز بإذن الله تعالى ده بخصوص ملعب المحل لكن ده في حاجة أكتر أهمية بقى وأكتر صعوبة وحتصعب المطش أكتر وأكتر إيه هي جمهور المحل المحتر جمهور كبير عنده حماس كبير جدا بيحب فرقيته قوي 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 حيدي جو المطش وإحنا فاكرين طبعا زمان لما كانت المباراة بجماهير لما الأهلي بيروح يلعب هناك أو الزمالك بصراحة بغض النظر على النتيجة الواحد كان بيحب الأجواء بتاعت الملعب بيبقى في جمهور أهلي كتير وبيبقى في جمهور محلة كتير فتلاقي أجواء المطش تبقى جميلة بصراحة أجواء قرط قدم أكثر من رائعة فجمهور المحلة بكر موجود في الملعب جمهور المحلة بكر أكيد حيثاند فرقته من طه القوى حيشجع فرقته من طه القوى ممكن أكيد حيكون فيه مش ممكن ده أكيد حيكون فيه بعض من جمهير النادي الأهلي في هذه المباراة تأذر النادي الأهلي لأننا عارفين الأهلي في أي مكان بيروحوا ليه جماهيره سواء جوا مصر أو خارج مصر يعني أو في أي قر فبالتالي ده حيزيد من صعوبة المطر حيزيد من قوة المباراة فكل الحاجات دي لازم يمعمل حسابها بشكل جيد جدا فمهم قوي أن إن شاء الله بإذن الله تعالى الأهل يقدر يواصل الشكل الرائع اللي ابتدى به بطولة الدوري وبإذن الله بإذن الله نفرح بفرقتنا بكرة من خلال انتصار إن شاء الله حيكون غالي جدا جدا مع فريق صعبة قوي قوي في ملعبه وهو فريق المحلة وسط جمهوره كمان المتحمس فبالتالي مباراة مهمة هتكون محطة وخطوة أولا هتديك أفضلية كبيرة جدا وهتديك ثقة زيادة عن الثقة الموجودة وهتصدر إحباط للمنافسين أكيد لما الأهل يكون هيلعب في محطة صعبة زي محطة وملعب المحلة ويخرج بإذن الله ممتصر فمسلا هتلاقي إزا مالك أو بيراندز أو الناس اللي هم عندهم أهداف في المنافسة على اللقب وفرق أكيد كبيرة ما حدش يقدر يقول غير كده حيتصدر لهم بعض الإحباط وحيوصل لهم الرسائل إن الأهل نويها السنة دي الأهل داخل ويناوي إنه هو يخلص الدوري الأهل داخل وما بيستحملش أبدا أبدا إنه يفقد هذه البطولة سنتين إحنا لما جينا فترة كده على ما أتذكر من 2001 ل2004 أو من 2000 ل2004 عادنا أربع سنين ما بناخدش بطولة الدوري كان فترة صعبة جدا على الأهلوي الموضوع كان غريب على فكرة في الفترة دي خدنا إيه خدنا سوبر أفريكي وخدنا بطولة الدوري أبطال أفريكي بعد غياب في 2001 وكسبنا الزمالك سنتا واحد وعملنا مباراية كبيرة جدا واخدنا كاس مصري بالمناسبة واخدنا السوبر المصري كان قدام الزمالك دربات ترجيح فعملنا خدنا بطولات لكن الدوري لما بيجيب بيبقى بتحس للأهل وجمهوره كده في حاجة نقصة في حاجة واقعة منه فإن سنتين وارا بعد الموضوع يبقى صعب جدا فاللعيبة مدركة الكلام ده كويس قوي وجهاز فاني مدرك الجزئية دي بشكل ممتاز وبيشتغلوا على أن هم بإذن الله تعالى يقدروا حقاقه بطولة بشكل مبكر رغم طبعا صعوبة المنافسة المؤكدة الموضوع مش حيبقى سهل إطلاق بس كل إنت تقدر تعمله إيه أنك تبقى مركز في كل مباراة تتفادى أخطاء السنة اللي فاتت وتحاول تلم أكبر كما ممكن من النقاط ده أهم شيء عشان تقدر تبقى مستريح فيما بعد لأنه خلي بالك أنت عندك ارتباطات غير طبيعية هذا الموسم زي كل موسم بس طبعا السنة دي فيه ظروف مختلفة فيه توقفات كتير فبالتالي حتلاقي بطولات مضغوطة جدا سواء في الدور كاس مصر فيه كاس سنة فاتت ماكملش ما عارفش مصيره إيه بصراحة سوبر أفريك ولو فيه سوبر مصر وعندك كاس علم أندية وعندك دوري عطال أفريك أنت عندك كم هائل من البطولات فالدوري لم لم قعد لم كده النقاط بدري بدري عشان تبقى مستريح تقدر يبقى عندك أريحية نوعا ما فيه ما هو قادم من تحديات مختلفة بتحاول طبعا بكل ما قطيت من قوة أنك تحقق فيها أهدافك اللي بتتمثل في الحصول على اللقب بإذن الله تعالى فبالتالي هي مباراة صعبة ومهمة جدا